في حاجة لاستبعاد بعض الأسماء اللي ممكن تكون شايفة نفسها أكبر من المنتخب أو اللي بتيجي تدي مرضود أقل بكتير من المتوقع منها هل شاف إنه كابتن حسين محتاج يجدد دم المنتخب بأسماء جديدة ولا يعيد ترتيب أوراقه بنفس الأوراق اللي موجودة معاه أنا مش بكلم عن نواتش جزء القمر أنا بكلم على فترة ما قبل بداية تصفيات كاس العالم أنت قلت نقول رشد أول حاجة قبل تصفيات تصفيات كاس العالم لازم يكون فيه معسكر على الأقل عشر تيام على الأقل عشر تيام قبل بداية أول مباراة في تصفيات كاس العالم مشكلة كابتن الفرقة لازم تتحل نحن بنقول رشدتة هم ونقط نمرة اتنين مشكلة كابتن الفرقة لازم تتحل إيه رأيك شخصي وجهة نظرك أنت شخصيا في جزئية شارة الكافة أنا لو مدير فني أحط صلاح حتحط صلاح بالزبط إيه أسبابك كابتن خليف؟ أسباب لأن صلاح بقى الأمل بالنسبة لمنتخبنا وهو يمكن مش معنى كده خد بالك صلاح أنا دربته وأول واحد يلعبه في الدوري المصري بشكل بس أنا ما بقولش أنا من النوع اللي ما بكلمش كتير لا أنا عايز عرب موسم 2010-2011 صلاح كان كل أنا مسكت من ناد المقاولين العرب فريق الأول كان مع مدرب صربي اسمه تودروف وأنا كنت بشتغل معه مدرب عام صلاح كان قبل ما نمسك إحنا كان بيلعب ربع ساعة نص ساعة صلاح ابتدى يشترك كلاعب أساسي ومؤثر بشكل كبير جدا بدءا من الفترة اللي أنا اشتغلت فيه وكان يمكن هو كنا من لعب ناد الأهلي في الموسم دول وكنا بنلعب فريق المقاولين خمسة تحت 18 سنة وثلاثة لعبة تحت 20 سنة كان ناد الأهلي كان بس كابتن زيزو ولعبنا في كلها الحربية صلاح أحرص هدف وفضلنا متقدمين ومكاسبانين لغاية ما الوقت خلص وفي الوقت بدل الضايع أحمد شوكري جاب جون وخلص الماتش تعادل من الوقت ده صلاح حط رجله كلاعب أساسي في المقاولين العرب وباني أنه هو بروميسنج بشكل كبير جدا وتحط على الطريق المزبوط مش معنى أن صلاح يبقى كابتن الفرقة أنه أنا بدلعه لا ده أنا حرصه جامد أنا هحطه كابتن تيم بس عليه مسئوليات كبيرة جدا أول مسئولية من المسئوليات اللي على محمد صلاح الشكل اللي شفناه قدام كينيا ده مرفوض يعني ما ينفعش واحد بحجم محمد وجوه لازم يقتنع بهذا الكلام وخد بالك لعيب الكورة أي أن كان محترف كبر بقى أحسن لعيب في العالم لما بيسمع كلام صح في الكورة بيسمع الكلام صدقني يعني دي تجربة ومن خبرة لأن الواحد عد عليه أكتر منه بس أنا ممكن حد يقول لحاجلاتي هو محمد صلاح مستني شرط الكابتن عشان يقوم بالدور اللي ممكن يقوم بجوه المنتخب لا وهو كابتن غير أس أنت لما يبقى هو كابتن تيب أنت قفلت يعني على الكلام والراغي كتير أنت كل لما حتقفل ما فيش راغي الدنيا حتتزبط ما فيش راغي فيش شوق زي ما أنت عارف اللي بيتكلم كتير ما بيشتغلش واللي بيشتغل ما بيتكلمش صحيح إنما في نفس الوقت صلاح لا حيتحمل مسؤوليات زي ما بقول لك مسؤوليات جماعية تجاه التيم إنه هو ككابتن تيم إزاي يبقى فيه نظام إزاي يبقى فيه التزام إزاي يبقى فيه روح ده ملزوم هو بيها مع اللعيبة ولكن قدامي أنا كمدير فني هو ملزم زي ما قلت لك إن الشكل والمستوى اللي ظهر به في المرات كينيا ما يتشافش تاني ما ينفعش يعني إحنا منقول عن ده محترفين لا اللي يتفرج وما يعرفش صلاح ولا تريزيجيه ولا مصطفى محمد ما يعرفش هيقولك التلاتة اللي قدام دول لازم يتغيروا لازم يطلعوا ما فيش أداء يعني طب أنا محترف بالكلام ولا محترف بالأداء يعني مثلا على سبيل المثال كابتن الكبير جدا أيقونة كرة المصرية كابتن محمود الخطيب هو كابتن محمود الخطيب ده اسمه عمله بالنبومية ولا بالأداء ملعب طبعا بالملعب والأداء والله كابتن الخطيب ملعب وبره ملعب صحيح يعني كابتن الخطيب أيقونة على مستوى كرة القدم المصرية وأيقونة على مستوى الأخلاق وأيقونة على مستوى كابتن خطيب كان بيجيبنا في الماتشات كانش يمدير فني بقى حتة الروح والكلام اللي انت بتقوله كابتن خطيب نتجمع شوفه بيكلم ازاي شوف بيستنفر جهودك ازاي اللي بيلعب زاي اللي ما بيلعبش كلنا في مركب واحد فدي بتبقى ملكة فالكلام دوا أنا مشوفوش دلوقتي أنا أشوف ان اللي عنده الملكة دي كابتن خلد هو أقدر حد بان هو ياخد شرط الكابتن الحقيقة بتقوله ده هو شرط الكابتن دي مش عشان الكابتن تصور ويتقال عليه ده كابتن منتخب مصر شرط الكابتن ده دور واسمات وشخصية صلاح عنده مطاومات انه هو يقوم بشكل كويس وانا كنت اتمنى يعني حسام يمكن مطلع يعني كان لازم انا كنت اتمنى ان اللعيبة اللعيبة نفسيها كانت توفر على حسام القرار بتعمين الكاتت انه هم بالذات اللي اقدم من محمد صلاح لقي الروح الاحسان وانا احنا عايزين صلاحي بقى كابتن تي كانت خلصت وكانت حاجة هتبقى جميلة جدا بس اللي حاجة بتقوله ده برضو يا كابتن خالد مرتبط شوية بالروح اللي موجودة جوء قط الليبس طبعا يعني لما نخش جوء القوضة ونقفل باب علينا ونبعد بقى عن الميديا ونبعد عن الجماهية لازم روح اللعيبة تبقى كويسة مع بعض لازم الروح تبقى لازم كلنا نبقى واحد كلنا لكن لو في حتة النفسيات أصدها القوضة تنعكس طبعا دي مسؤولية الجهاز الفني والإداري محمد بركات لازم ليه دور في الحتة دي جامد واللعيبة وأنا كمدير فني أو كحسين في الوقت ده اللي مش هيخش في وسط الفرقة أيو ما فيش بقى نفسانا ولا أنا ولا لا طيب يبعدوا نرجع لرشيدتا مرة تي كحاك قلت فترة الإعداد وقلت شرط الكابتن لا مش فترة إعداد قلت عشر تيام قبل المباراة تمام نمرت اتنين مشكلة الكابتن دي تتحل تمام نمرت ثلاثة إعادة النظر في اختيار اللعبين اللي ظهر بمستوى ما يسمحلوش أنه هو ينضم المنتخب مصر يمشي أيا كان بقى اسمه أيا كان بيلعب فيه أنا عايز اللعيبة كل اللي تنضم المنتخب مصر يكونوا مميازين خد بالك هو فيه مدرين فنيين تفكر كسياسة بقى اللي أنا كنت بقول عليها في الأول طب أنا لو جبت كل الكويسين ما أنا لما حلعب حد وقعت حد حيزعل لا أنا أجيب الناس ممكن الناس اللي هي بقالها 3-4 شهر مستوها وحش فلما هقعده مش هيقول حاجة حد ممكن يفكر كده كابتال خلق؟ ممكن ممكن أنا شايف أن المجموعة المجموعة اللي حسام اختارها لا بنسبة 40% لا تصلح؟ لا مش لا تصلح مش في الوقت ده مش في حالته لما واحد يكون وحش أنا منفعش أجيبه لأ أنا أجيب كل الكويس كل الناس المميزة اللي وصلت لمستويات كويسة وبعدين لما يجي قعد حد قعد معاه وأعرف إزاي أنا قعد وهو يبقى بسوط لأن لعيب الكورة لما بيحس أن فيه عدل ده أهم نقطة أهم نقطة بالنسبة لعيب الكورة أن يحس المدير الفني وأجواء التيم اللي هو جواه فيه عدل مش حقيق على نفسه طيب الجزائر الحاج بتقولها مهمة جدا خليني أخذك لنقطة في حاجة في رشيتة تانية تحب تضيفها؟ إحنا قلنا عشر تيام قبل الماتش مشكلة الكابتن شرط الكابتن دي تتحل الاختيارات الناس اللي هي بعيدة تستبعد والناس اللي كويسة من خلال مباراة الدوري ما لا إحنا عاملين الدوري دي ليه؟ والجهاز بيروح يتابع مباراة الدوري ليه؟ أنا نفس أفهم؟ يعني أنا بروح أتابع مباراة الدوري ليه؟ عشان أنتقي كويس ما ينفعش أسيب الكويس وأخد ناس ما حدش يختلف عليه ممكن تدي لي مثال كابتن خالد؟ مين اللي ما كانتش النسبة تختلف؟ دي أراء فنية كل واحد حسب دماغه أنا مش عايز أقول عشان أنا عارف بس دي ممكن تبقى قناعاتي أنا أو نظرتي أنا ممكن نظرة حد تاني بتختلف عظيم إنما يعني هو ده بشكل عام رابح حاجة التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والكلام ده لازم حسام يبعد نفسه عن هذا الكلام ليه؟ أنا بقول كده ليه؟ ما في أي مدير فني المنتخب مصر مش هيفضل على طول هي فترة بيشتغلها وبعدين بيمشي سواء وفق أو ما وفقش يعني هي فترة طب ليه أنا أشتت دماغي وتركيزي على مواقع التواصل الاجتماعي أو ده هنا الأهلي والزمالك طب الجمهور هيقول إيه؟ طب أنا لا 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 فكر في الملعب فقط وفكر في الصح فقط لغير بغض النظر بقى عن ده حيزعل ده مش حيزعل لأن هي فترة وهتعدي عليك لأن ما تعدي بالنجاح فمتحرمش نفسك أنك تنجع لأن أنا شايف حسام خلي بالك يعني من يعني من عشرة عمر يعني أي وأنا عارفه كويس قوي وعارف دماغه واشتغلنا مع بعض كتير يعني هو في بداياته وأنا يمكن أقدم شوية اشتغل معايا فأنا عارف هو دماغه أنا عارف أنه مشتت وفي حاجات خلافات جوه الجهاز الفني تأثر عليه أنا هقول له برضو حاجة لو في حد أنت مش مستريح له عشان ما تعدش تشتت تفكيرك ودماغك فحاجات ملهاش لازم أبعيد عن الكورة قول قطل بتغييره وانت حاطت بند في عقدك اللي أنا عارفه يعني ده حسام عشان حسام زاكي برضو من الناس الأسكي يعني حطت بند في عقده إن أي حد في الجهاز هو من حقه إن هو يستبعده فلو في حد يعني ما فيش تفاهم أو عامل لك ماشي انت حط لنفسك كل المقومات اللي تنجحك ليه؟ لأن هي فترة وحتعدي لأن اللي جاي زي ما انت قلت طبعا في الإنترو في الأول لأ مشات جامدة وصعبة وما فيش فرقة في أفريقيا بقت ضعيفة يعني إحنا تأهلنا في وسط مجموعة بعيدة قوي يعني إحنا المفروض سهل جدا إن إحنا كنا نروح ولكن عملنا نتائج مش كويسة وعملنا عروض مش كويسة ولا أداء ولا نتائج تشتيت حسام برضو يعني في حاجة تدل إن هو مشتت بعيد عن الفنيات إحنا في الشوت التاني أمام كينيا حتى لما اضطرد منهم واحد إحنا ما حسناش إن إحنا زيادة يعني وإحنا ده كينيا كانت حتكسد وهم نقصين أنا بكلمك في حاجات فنيات بتاعت كورة بتاعت أنا عرفها على إن دي شغلتي وإحنا بنلعب زيادة واحد إحنا ما حسناش لأن حسام زهنه مش صافي أنا عارف فيه حاجات تانية بيفكر فيها مش اللي موجود التغييرات برضو ما كانش موفق فيها النقطة التانية أنا عندنا لعيبة محترفة أنا هحتاجه أجيبه مش هحتاجه أجيبهش ده الفير يعني ما ينفعش تكون أنت من المزعين الهيلين الله يخليك ومحترف إزاعة ما ينفعش أنا ما ينفعش لو أنا عندي بس ممكن يبقى عندي أسباب يا كابتل خالب لا معلش بس خلينا واحدة بفضل دي لوجيك أي وبالمنطق وبكل حاجة أنا المفروض اللعيبة المحترفة أنا بستعين بيها عشان يلعبوا ويزودوني ويدوني تقل صح؟ لو أنا ليالي بوجهة نظر فنية في واحد مش هيفدني في طريقة اللعبة أو في النظام اللي أنا هلعب فيه بدل محرجه واجيبه وقعده لأنه خد بالك لا أنا ما أجيبوش ما استدعوهوش خلاص وعمل لنا ده حق أنا أنت زي ما أنت قلت هو حقه يحط مين يلعب مين ما يلعبش ما حاك عارف كتير أنه في أوقات مدير فني مسلا عسابية مسلا مش بكلم على أسماء أنا بكلم على طريق التفكير ممكن أن كتير أي مدير فني يبقى عنده لعيب تقيل قوي وما يبتديش به المطش عشان شايف أنه ليه توقيت معين في النزول أو يقدر يستفيد بشكل معين لو خلاه يلعب يدينه مسلا النشط التاني أو يدينه آخر ربع ساعة ممكن يقلب له المطش بشكل من الأشكال أنا بأقول على سبيل المثال بس مش مع واحد محترف لأن ده أكل عيشه أنا وصل لها من ناحية إيه أنني ده أو أي اسم ده أكل عيشه ما ينفعش أنا استدعيه تمام وملعبوش لأن لما حيرجع أنا كده قللت سعره وممكن قللت سعره بره وممكن المدير الفني بتاعه بتاع الأرسنال بره حيقوله إذا كنت أنت روحت بلدك ملعبتش أنت راجل فالكلام ده المدير الفني لازم اللعبة دي كلها يبقى زي ولاده لازم يفكر في كل صغيرة وكبيرة لو حد حينضر وأنا مش هحتاجه أجيبه ليه ده أنا أععده كمان احتياطي وعمال بغير ناس معلش يعني لا تصلح أن هي تلعب في نص الملعب من أساسه وهو قاعد لا ما ينفعش وإذا كان كما أشيع أو كما قيل أو كما تم تسريبه يعني أنه أنني اللي رفض أساسا ينزل في الشغط التاني بعد التغيير بعد ما حسام نزل ناس في نص الملعب في نفس مكانه وهو قاعد لا هو طلب منه الكلام اللي تقال برضو غير يعني أنه طلب من أنني أنه يسخم بين الشغطين تمام وأنني رفض أنه يسخم هو التصرف من الأول غلط أنا دايما بشوف يعني اللي ابتدى في التصرف الأول أن أنا استدعيته وما لعبتوش لما كنتش جبته مش هتحتاجه وما تجبوش أي حد يمكن استدعيته وجبته ولاقيته مش جاهز أو لقيته لا إزاي دا النني الفترة اللي فاتت اللعب بشكل مستمر وجاي بجوان وبعدين النني بقى لو هنتكلم عليه فنيا لا دا هو نمر واحد يعني هتكلمه أنت خلينا أقول بقى لا النني يتحطه أي حد في نص الملعب يبقى فكر فيه يعني حط النني وفكر في أي حد تاني إنما دا ما ينفعش زي ما قلت لك برضو في الأول اللعب يحس بنفسه ويحس بإمكانيات ولأ ما ينفعش بس مش هينفع يعني النني يقض وإمكان يلعب هنا بقى اسم كابتن حسام يعني اتفق بحاجة فنيا ونني عمل سيزون محترم وكل حاجة في إمكانيات وبس في النهاية أنا بتكلم عن منتخب مصر يعني المنتخب دا ما اسموش منتخب حسام البدري حسام البدري أخطأ من وجهة نظر النني من وجهة نظر حضرتك إن أنتفق نختلف على فداحة الخطأ إنه النني ما ابتداش وأنا مش عارف إيه أسباب كابتن حسام إنه ما سمعتهاش لغاية اللحظة دي ليه النني ما ابتداش لكن في النهاية ما ينفعش رداً على خطأ مدير فني أين كان اسمه حسام البدري أو غيره إن أنا أرفض إن أنا أقدي لمنتخب مصر في النهاية دا اسمه منتخب مصر مش منتخب حسام البدري بس يعني ما نطلبش الناس تبقى ملايكة لأ يعني صعب أنا أنا بقول بالذات لعبت بكورن زي ما بقول لك فنيا أنا من وجهة نظري فنيا النني يتحط نمرأ واحد وبعدين دور بقى هتلاعب واحد جنبه هتلاعب اتنين إنما النني نمرأ واحد في خط ونص منتخب مصر ليه؟ أيه النني الوحيد اللي عنده مساحة رؤية والكلام دا نعرف أقولك واس لأن أنا كنت بالعب في نفس المكان مساحة رؤية كبيرة جدا خليني أخد فصل سريع جدا وأرجع أكمل الجزئي دي وأتكلم مع حدثك عن عودة الروح لأن أنا بشوف أن الروح واحد من أقوى العوامل اللي بتساعد دايما